السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي اهلا بكم اخباركم ايه يا ربي ده ما تقولوا بخير وحشتوني جدا جدا وعلى طب بتوحشوني واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الملعب الدودي سبورت حلقة اليوم النهاردة تتكلم على خبر اليومين دول والشوارع المصريات تتكلم عليها وفكهة وفكهة الصفقة اللي هنتكلم عليها في حلقة اليوم بس عادينا ما نشارك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو والده للتلاف لايك بانجح بيكم بدعواتكم وبإذن الرحمن اكون داما عند حظ انكم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اهل وصحابه وسلم وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم صفقة اليوم اللي جاية النهاردة علشان نقول لكم عليها اللي دلوقتي بنعرض اهدافها وجمالها ورقتها وحلوتها وهو صفقة امام عشور اللي فعلا ينتقل للنادي الاهلي ينتقل للنادي الاهلي بس بنسبة كبيرة لسه موقعشي بنسبة كبيرة لسه موقعشي علشان في كلام من اللجنة الفنية اللي اندمام او مرسي الكولر معجب بيه امام عشور وطبعا نحن نفرج دلوقتي على اهدافه ومتعته وجماله ولقته وكل شيء وهو نجم متلاند الدنماركي وفعلا نجم نادي سبالك السابق وفي الوقت الحالي اللي خلاص ممكن يكون الرتوش الاخيرة بالنسبة لمرسي الكولر علشان هو بيقولك انا ما عنديش مانع انا ما عنديش مانع للراجل والراجل زي ما قلت لكم قبل كده في حلقة اليوتيوب او الفيسبوك على امام عشور اللي تلع اتكلم وقال حاجات مش ظريفة او حاجات مش حلوة لرموز وامكانيات وتقلق وابداع النادي الاهلي اللي انا اغلط في رموز النادي الاهلي واخبط في رؤساء النادي الاهلي لأ انت كده عايز تهيج الدنيا كلها بعد شتمتك للنادي الاهلي او بعد كلامك لعلى النادي الاهلي انت كده هتجيب مين نجوم زمن العصر الجميل زي كابدر حسام حسن ابراهيم حسن وعسام الحضري وعبدالله السعيد وابراهيم سعيد واحمد فاتحي وحسام عشور لما يجي يقولك ايه ده هو ما معشور راح النادي الاهلي وهو كان بيخبط في الرموز وهو بيلعف ماتش الناشئين كان بيخبط ويرزع ويقول كلام بقى ما يتقلش على النادي الاهلي وفجأة مارس الكولر يقولك انا محتاج الراجل ده علشان الراجل ده ممكن يعوضلي غياب حمد فاتحي في نص الملعب لك انا بقولك خلاص على وشك من بداية الموسم الجديد هيكون جوه النادي الاهلي محمد ريدا بوبو وكعودة كريم نتفد نجوم النادي الاهلي بالنسبة لكريم نتفد عودته من فيوتشر ايب في سيه وطبعا محمد ريدا بوبو الذي يوقع للنادي الاهلي خمس سنين يعني كده كابتن دودي بالمعنى البلدي عايز تقول لنا ان الامام عشور خارج حسابات النادي الاهلي انا بقولك يا سيدي اه خارج حسابات النادي الاهلي اطلاقا اللي كل الميديا وكل التهجيس وكل الكلام وكل الاراء طالعين بيقولك امام عشور على ابواب النادي الاهلي امام عشور وقع 4 سنين ونص للنادي الاهلي وانا بقولك يا سيدي الراجل ما وقعش الراجل الموضوع تماما بعيد عنه خالص كلر قالك لا لو الادارة ليها سلطة حتة امام عشور انا بقولك يا سيدي انا هكون مع الادارة كمرسي الكلر علشان النادي الاهلي قلنا نادي مبادئ نادي احترام نادي ادب نادي الكيم ومبادئ واخلاق وانا بقولك مع امام عشور مش هتلاقي الزريبة اللي انت كنت عايش فيها يعني امام والنادي الاهلي قلتلكم مليون مرة اللي النادي الاهلي اهم شيء في الدنيا حب الجمهور ادبه اخلاقه امكانياته العالية وهو ده اللي بينفع مع النادي الاهلي وانا بقولك النهاردة حلقتي اليوم بتتكلم على الساحة اليومين دول وهو موضوع امام عشور اللي كل الناس بتفتكر الامام عشور وقع وصفقة الكرن وصفقة مدوية ودودي سبورت والمحيد الاطلانتي واخدها مني بدمان التعليق العربي من ملعب الدودي سبورت امام عشور خارج حسابات النادي الاهلي ده كان ملخص سريع على خبر امام عشور في حلقة اليوم يا رب بإذن الله بكل الحلقة عجبتكم وبإذن الله قبل ما افعل معاكم نعمل نشارك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله بإذن الله الى 3000 لايك عشان انا مصمم على 3000 لايك بانجح بيكم الدواتكم وبإذن الرحمن اكون دهما عند حزة انكم انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبورت باشتاركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فلعننا لنستمر بلشر المزيد ان شاء الله